اشتركوا في القناة إلا من ارتضى من رسول لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يعني الله سبحانه وتعالى يرتضي مثلا رسوله أو رسله يرتضيهم فيخبرهم بالغيب هذا يمكن نعم الرسل هم بذاتهم لا يعلمون الغيب ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير لو هو بالذات كان يعلم الغيب هذه درجة من درجات الألوهية لكنه رسول لكنه بشر ليس إله فهو بالذات لا يعلم الغيب وإنما يتلقى علم الغيب من الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرنا بكثير من المغيبات القيامة غيب العذاب غيب الثواب غيب ما يجري في المحشر في الحساب غيب ليس كله مذكور في القرآن الكريم كثير منه غير مذكور في القرآن في ظاهر القرآن وإنما الرسول بيّنه والمسلمون سواء من شيعة من غير الشيعة في صحاحهم ذكروا هذه التفاصيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله كما في سيرته أخبرك عن كثير من المغيبات لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره فإذن إذا واحد يجي يقول أن الرسول هو بالذات عنده علم الغيب هذا كفر لأن العلم بالذات بالغيب لله سبحانه وتعالى هذه صفة خاصة بالله لكن بإذن الله أن يعلم من الغيب هذا لا بأس به بل هذا عين التوحيد كما في إحياء الموتى كما في إبراء الأكمه والأبراص عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أحياء الموتى؟ نعم بإذن الله إذا واحد يجي يقول أن عيسى بقدرته الذاتية مستقلا بدون إذن الله إذا قال بأنه أحياء فهذا كافر لكن إذا قال بأن عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى أحياء الأموات فهذا مؤمن إذا واحد يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله بالذات يعلم الغيب بدون تعليم من الله فهذا كفر لكن إذا قال بأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول ارتضاه الله ولذا أطلعه على الغيب هذا عين الإيمان المشكلة أن البعض يجعلون القرآن عظين يجزئون القرآن يرى آية ولا يرى آية أخرى يرى هذه الآية ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير فيقول أن الرسول لم يكن يعلم الغيب زين خشوف الآية الأخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول شوف الروايات المتواترة حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بالمغيبات إجمع الجامع هو أن الرسول بالذات لا يعلم الغيب لكن بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعلم كما أنه تقول الآية الشريفة تقول لا أملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هل الرسول يملك لنفسه نفعا بدون إذن الله كلا يملك لنفسه ضررا بدون إذن الله كلا لكن بإذن الله يملك لنفسه النافع والضرر نحن كذلك إحنا بدون إذن الله نملك لأنفسنا النافع والضرر كلا أنا بدون إذن الله سبحانه وتعالى الإذن التكويني بدون الإرادة التكوينية لا أتمكن من أن أنفع نفسي أو أذر نفسي لكن الله سبحانه وتعالى أذن لي إذنا تكوينيا جعلني مختارا لذا أتمكن من أن أنفع نفسي أنا أصلي باختياري إذا الله سبحانه وتعالى تقبل تلك الصلاة فقد نفعت نفسي أو واحد باختياره يعص الله سبحانه وتعالى هذا باختياره أضر نفسه لكن لأن الله سبحانه وتعالى جعله مختارا وهديناه نجدين اشتركوا في القناة